بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الليحج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتله فقر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمٍ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكَّرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدْ دَمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَسَاقَهُ أَحَدٍ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ترجمة نانسي قنقر